ايه اللي بستميتني إيه لا؟ ده ايه اللي بيعملوا ده؟ بيسحروا للحاج عايزين يربطوه معاهم وبس عشان يكرهني ويبعد عني ويلسيني معقول هما بيفكروا كده؟ أيوة يا حاج شفت بيعملوا إيه؟ وأنا بعمل إيه؟ شفت اللي بيعملوا الخير واللي بيعملوا أعمال أنا قلت بصراحة شاهدك وأقولك ما قدرت يشازكت لحد ما يرجع الحاج بصراحة كنت هطق من جنابي أدي بنت أخوك ودي اللي عاملة نفسها بتاعت ربنا اللي اتنين حطوا قدهم في قدين بعض عايزين يونطروني ويبرطاعوا هما بكير الحاج بس يا بيت ابصلي شوية ايه بندقية قالي ومنزر عشي عجبك اللي عملوه ده يا حاج هو بصراحة بصراحة اللي عاجبني قوي 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 دماغك السم دي اهه أنا برضو يا حاج أيوانتي يا حاج انت يا بيت صورت الحاجات دي إزاي؟ بطريقتي والعلمة باقة نشرتها عيوتيوب على ايه؟ عيوتيوب ده بيتكروا اللي بيشيرك حياتي مش حاسس انه هاليومين قطعوا بسرعة؟ هو بنت الواحد ممكن يحس معاك بحاجة اموها مش عم بقلك انت بتجند اهه معقولة السعادة ممكن يبنيها كذا بش مش عم بفهم عليك يعني ممكن تعمل نفس الحاجة هي عيني بس تحس احساس سعادة مختلفة سبحان الله لا في قشة كتير لازم اعرفها خبرني حبيبي شوفي يا حبيبتي ما تتخضيش قوي كذا ولا حاجة انا اللي مستغرب له ان يبقى لي كتير كوي محسستش الاحساس ده هيدا حبيبي لانو انت مطفون جوا شغلك بين الشغالين والمحلات بس بوعدك من اليوم ورايح رح نعيش هيش كتير حلوة هيشة اوروبية شغل شغل بس بالفرص بدنا نروح نتفسح ونبرم العالم كله طب ما تقولي الكلام بقى ده لابوكي ده شو بوباية جايب لي الناس بتوع فرصة العمر اللي خاوة الدماغي بيهم من يوم عرفتو وقاعدين تحت وقال لازم انزل قابلهم طب فرصة حلوة ليه ما بتنزلنه في شهر العسل ايه في شهر العسل ما عم بيقلك فرصة حلوة ما كان من شوية الشغل شغل وطريقة اوروبية والاجازة ونكسدر ونبرم ايه طيب حبيبي ما انا ببهم من مصلحتك كمانة يا حبيبتي اصيلة اصيلة يا عامي مولًا اصيلة 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 بك اشتركوا في القناة 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 خير يا حج اشتركوا في القناة 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 يا حبيبي لو حشني قوي يعني امو تلاقي جعان وانا مبيقولش قد للطيارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ختي ورحمة الله وبركاته يا ختي انا احبط لي علي كلامتك يا حاج اي حاجة عمان اكلمك عل الموبايلي اتفضلت تعالي يا مايا تعالي بنتي وانكميش تعالي اتفضلت اقدم لكم مايا عروس دي ربع ربع عدوية اه اختي عجل الله يا ابني المجنونة هون وكذا كلا على طول دايما واخد الدنيا على الحامل ما انت عارفة حاج ما بضيعش وقت تكسب رسه على طول الله ما خايف لا يضيع نفسه هو طبعا ويا ما قلتلي يا ويلك من ارسة الحريب خلي بالك من نفسك فيه حد في الدنيا يجمع الافاعي ويربيها جوا عبه غيه حاج بقى واللقب عنده عالكيف اهو كيف ده يا ابني هو اللي بيزل صاحبه سدقني الله ربي الاسر عليك يا ابني قولي اهو يا حاج ان شاء الله عروسة اللي رايحة دي رايحة ويعرفة انها واحدة من لستة وانا لسه متعرفش مفجأة كالعادة ما انت عارفوا يا حاج مجلون مجلون مجلش عاجة يا برايحة السلام عليكم وعليكم السلامة يا رايحة يا رايحة اقمارني يا حاج من عيني قططخيرك يا حاج انا ايسا بناء لاء براحتك يا سدي محل محلك جرى حاج مجلون ستة ومال لو شفت اللي انا شفتو يا لهوي شفت يا بلاوي اشكال والوان وسحن شغل برا ما اتضربش فين فاك نعم يا حاجة ارزك يا عيني اسمال حلوة يا لهوي يا حاج صواريخ صواريخ بتقولها في وشي اعوذ بالله مش يطان الرجيم يا ابني اتقلنا في مراتك مراتك يا حاج بقى ما تفقنيش حاج ده انا اكتشفت يا حاج بعد السنين دي كلها ان انا عايش مع ابن خالتي يا لهوي يا لهوي يا لهوي دول بقى يا مايا اهلي وناسي وعزويدي للدنيا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله واما اتعاشرية هم بقى سبحان الله بتحس انك وسط اهلك وناسك وبالذات بالذات انهار نورتي مصر والنبي اللي تيجي تحدي جنبنا شوية عشان نقرب من بعض اه هومي هومي ما تخافيش دول اخواتك ما تخافيش اهلك وناسك اه هه ه 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 حلوة الحمد لله على السلام مارسية ايه تجيب تمنط يادي يا ربار عيزاي يا بقول لك wasitte greatly put Harris يا زينب ايوة يا حاج جاهز الودا الرابعة ايلا امرك يا حاج مش هتسلم على عيالك وتشوفهم يا حاج اه طابعا طبعا يلا اندهلوا اتعالوا يا عيال تسلموا على باباك وجه ماما أجل؟ ماما أجل؟ ماما أجل؟ ماما أجل؟ أينه؟ كنت قروبه فيه؟ ماما أجل؟ دول عائلتي واللي شفتهم دول يا بولادي انت كيف تعمل فيي هيك؟ عملت ايه؟ حكت علي وخبيت انك مجوز ما انت كنت مخطوبة وفساختي الخطوبة اول ما تقدمتلك ورغم كده ما قلت ليش كيف عرفت انه كنت مخطوبة؟ اول انت فاكرت انا هتجوزك كده عنيني مش تازل ما اسأل وعرف عنك كل حاجة واستنيتك عشان تقولي لي عشان اقولك انا كمان ايه بس هيدا كانت مجرد خطوبة وده شعر على الله انا مش عامل حاجة حرام كل دول مراتاتي على سنة الله ورسوله وانا من حق اتجوز واحدة واثنين واربعة كله بما يرضي بناك بس كان لازم تقولي هي ده حق ايه؟ وانا كمان كان لازم تقولي لي ما ده حق ايه؟ ما اقولي رأسك فوز انت عم تعمل هي ده مثل هي ده؟ ما هي انت ليه مكبرة للوضوع لا اله الا الله لو حسيتي باي تأثير او اي حاجة نقصاكي ساعتها يبقى لكي حق انك تشتيكي وتعترضي بس هيدا الوضع ما راح يقدر اتقبله انت لسه ما جربتهوش يا حبيبتي عشان تعرفي هتقبله ولا لأ؟ لك انت ليه عم تعمل في هيك؟ شو عملتلك؟ انا حرام عليك انا عملت هي انا شفتك حبيتك طلقتك للجواز وانت وفقتي ما اظنش اني عملت حاجة غصبة عنك بس انت عم تشبرني عشي ما راح يقدر اتحمله او مايا اللي مش هادر استحمله انا واني شوفك في الحالة لانت فيها ما تبص ليش كده يا موايا وحبيبتي انا عمري ما اظلمك وهعمل كل اللي قدر عليها علشان اسعدك انت مراتي دي راتيا يا موايا مراتي وعمرك ما اتحس ان في حاجة نقصاتي ودي بقى لك انت مش ههل من اي واحدة فيهم بالعكس بالعكس بقى ده انت العروسة اللي جات وخطفتني منهم يعني المفروض هما اللي يبقوا عاملين كده مش انت نشيلي من دماغك اي واسوس وجهزي نفسك لسعادة كبيرة مستنيكي وفرحة واناش هيله لك هتلاقي معي اكتر من اللي كنت تتمنين تشو روا ايه؟ هنسكت كمان المرة دي؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله يا سميحة؟ نسود عيشته زي ما بيعمله في الافلام يختي اللي بمثل بيقول يا جزل الاتنين يقدر يا فاجر ما بالك جزل الاربعة يكون زي ما يكون بس نجننه برضو نجننه؟ لا 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 نجننه لا ده كده يطلقن يختي ما احنا اللي بندينه الفرصة لما كل مرة بنسكت وبنهنن الأمور اللي بيجيبها لنا؟ ما يمكن تزهق ولا ما تقبلش؟ انت بشفتيش يا اختي كت عاملة ازاي؟ ولا يمكن هو اللي يزهق؟ يا رب يزهق يا رب يا بيت انت هابلة الحج فواز مش ساهل وبعدين مش هيسمح لوحدة فيك وانها هتقرب منها ولا انت متعرفوش ولا بتستعبطوا عليها نكفرها في عشاتها لحد ما تقول حقي برقبتي وتتفش طيب خلاص ارسم لنا انت الخطة كله حيدق على دماغك وانت الجوز ان شاء الله ورحمة أمي لن خليها تهجي وتتفش بس وحيات ابوك انت بلاش وش الملاكة بتاعك ده خليكي مسح صحة معايا كده امي؟ امي يا اختي اميك اللي انت حتعمليه انا معاك فيه وانت يا عنهار مهو اصل انا للأسف اني لازم اكون معاكم ولو اني مش متطمنة ولا مرتاحة ماشي نمد ادينا في ادينا بعض بقى ونقرأ الفتحة على قلة الاصل بيت يا ساميح عيب تناموت في روح الجماعة اتكلنا والله بسم الله الرحمن الرحيم ولا اهمني علينا ده انا فواز بقدرني اعني هتكون اول مرة بس ياريت بقى اخر مرة عشان انت بقى ترتاح يدينا ويديك طولة العمر يا حج ها نخش بقى في الموضوع اخبار الشغل ايه المحلات والبيع على الفترة لا كنت مسافر فيها لا الحمد الله كله تمام وزكي عد علي وخد كل الحسابات يارض عليك في الشركة عشان كمان تشوف الطلبات النقصة زي الفل زي الفل ها ودي بقى تمر الجوازة ان شاء الله ها؟ حرارة عشان كده برضو تشدي كلمة برضو اه ومعيك واخد مشاورتك انا مش متطمن ونشوف المصلحة فين السابقة دي حلارة في وزن رياحة الكفية انت مش عارف ابنك بقى ولا ايه؟ بل ايه يا ابن مش متطمنك انا احكي لك امتحكم ايه يا ابني اللي جوا او امرك يا حبي ايه يا شاي بسرعة وعندك ساي بوزة تذكر بله ليه انت بتقوله ده حاج متكلامنا وزوري وده اللي انا بفكر اقباله طب انت يا فواز ما سألتش نفسك الناس دي وردوا بيه اتلم حيا وان ايه حاجة يا ابني تحتار ليه؟ احنا هنا مشكين زي الفل اه قصة شوك دينا حدية وانا نفس اتكبره ايه بس مايبعيش على حساب اسمك كيف؟ لا والا انا بفكر فيه ازاي اكسب هنا واكسب هناك اوه بس بقى لازم تاخد بالك بالحاجة يا فواز اوه مثل بيقول ايه؟ اتطمع ايه اللي مجمع وانت يا ابني شكينت قوي على مجمعة اللي انت فيه ده حرام حرام يا ابني فكر كويس يا فواز قبل ما اتخطي اي خطوة دي آمم! على اليوم برضو دورعة في انماغك دورع لحد الصباح وفي الشركة نورد مع مورسي وزكي في مدرسك مزموط بكني في الخير يقدمو اللعنق يا رب يا أب بقولك أنا هذهрьة إن فاواز إنت بقى لك كتير ما تغلبتش بيني يا رأيك في عشرتين دوم أنا إلا طالة لا حوف في الداخلة بقى لك كتير مدغلبتش عشرتين دونها يا حجة لوراي عروسها دلوقتي تعمل معها إيه دي بقى ربا، ما نقس إنه أوراك ماتش أهم لا، بس ابنك حريف، هاتريك هاتريك؟ يا خوفي، يا خوفي اللي عايز نقوك في خانة رياك بالتلاتة وحياتك إلا، وحياتك، اللي أخدهم لك الأربعة خشدة هاتريك؟ السلام عليكم السلام يا هاتريك بلادي ما ترتحق يا ستي وتسيبيني عمل العشا زي كل يوم خليكي في نفسك يا زينب وروحي مندهيلي على المحموصة الجديدة خليها تيجي تطفح يا قلبك، بكعمل لها العشا بنفسك كمان زينب، قلت خليكي في نفسك وروح اعملي اللي طلبته منك وعلى فكرة الحاج زمانه على وصول مهو قلبك الطيب هو اللي انطمعهم فيك خلي من الوش يا زينب خلي ده أبدو عيلا تشيلي حاملين يا رفا يا خرباتك خطتيني على الرأسة يا غدي النعم اللي اتفن علي اللي بعتكني بتحط لها سم سم هي يا مجنون انت عالي سوديني في ستين دهية ده زيت خروع الحمد لله انتي بقى عملتي ايه؟ عملت اللي قلتلي عليه بالظبط وساميحة مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل الاتفاقن عليه وانا كده بقى عملت اللي عليها اتفضل اللهم وصلي عن نبي امر الحج عنده حق شو بدك؟ اتفضل يا هاني ملعشة جاهز مرحة اطلع غير ما يجي فواز استتة انهار بتقول انه على وصول انا ما خاصني بحدا مرحة اطلع غير ما يجي فواز اهو الحج بيركن ونازل اهو انجل؟ ايه يلا اطلعني جاية معك تفضل استني يا زدة بتاعك اطلعني مدي انتر فواز ككفرة لما تلحفك اهو السلام عليكم ورحمة الله اهلا حبيبي اهلا حبيبي اصتقتلك ايه الحلاوة والجمال ده ايوة كده بس خيفي شوية انت كده هتجننيهم من وقت ما ظهرت حبسة حالة بالقوضة لك خايفة اظهر ما يعملوا فيه شيء دول دول نسمة نسمة ولا هتحس بيهم خالص بقولك ايه انت وحاشتين يا روية هاي ده الحك بتقولوا لا ايه ولا كل واحدة منهم بولنش ليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي ها عشان ترتاحي يا قم ها عشان ها عشان العشان جاهز يا احلى عروسة يا خابة ربيات بنفسك يا انهار انا بديك الساعة لما عملت العروسة بتاعتنا الحلوة مش بقولك نسمة نسمة انفضل يا حبيبي انفضل وانت يا اختي مالك كده وشك مصفل فواس ها مالفنس لميحة حبيبي انا هو يا روية بسم الله عليك الواد تعبني يا اويا فواس لحد ما نام غلبني الواد شاقي معلش يا اختي معلش ما هو طالع لابوه حدة منه اصلها بتحبه وبتموت فيه عوبالك يا حبابتي ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا احنا مش هلتعشها بقى ولا ايه لا انه ما نتعشاش ازاي ده لا لازم نتعشها اه وبالذات العروسة بسم الله الرحمن الرحيم بقوضي جنب الحق انتي مكتفة ولا ايه ده ليلة ليلتك يا عروسة لا يا اختي مايا ايه وعي تتكسفي ايه ابدا ده انتي في بيتك واحنا اخواتك طبعا وبعدين اللي تكسف من بنت عمو ما يجبش منها ايه يا عيال يا حبابتي اسم الله عليكي انا عاملالك بقى شوية تفول مصري انما ايه عسل يستهلوا بقك ودي يا اختي بقك بقك دي مربى بقى اسكندراني تشتغل بقك اخودي يا اختي بلاي بالمية مية لقى مية لقى العصير قفية بطي اتفضلي يا حبتي بالهنة والشفة مطرح ما يسري يمري مطرح ما يحطي راسه وحطي رجله بقى بالراحة يا بنات بالراحة يا نسم ما تبوش نسمي غاوي جدا العصير سبحانه وganعصير من الخلي العصير حبا بلي الفيلي Sierra بلاش فوج بلا ما ينجد فوج قالت بالليل انت مبارح فوج ماذا يحال تعملها في الماء ستامني ونزبت كده أولا يحالك شابي العظم. الحمد لله. مش قولتلك انه هما نسمع وهيدلعوكي ويرحموا بيكي بزميتك بعمرك اتدلعت كده في بيتكم. ما معرف لاش حاس انه الاكل فيهش غريب. لا لا ده عشان انت مش متعودة على الاكل المصر. واخدالي على الفتافي التول كتكية العصافير بتاعتكم دي. لا الظاهر انه عن جد اهلت بالاكل. يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يرم. وبطن الكاميرا عم يجن كتير يا فوز. ما تقوميش نفسك بقى. هو لأهلك ما يشغلين اللي بيلي عم تقلل ما حدا عم بيرد. ما هم جايين بكرة يا بنتي لاي لاه الا الله بتشغل ليه نفسك ليه بقى. انت بطنك وبيعلي بجد والاكل. كتير كتير يا فوز عن جد كتير. لا لاه الا الله مش للدرجات يا حبيبتي. ما تخفيش. انا دلوقتي يفساويني هضيعلك العلبته وهتحسي بزهر سهر بيمسح كل الوقعة عم اللي بيسمعك بقول انتك عن جد بتحبني فوز. عن جد وعن هزار وعن كل حاجة. اوو بطن وفيه ملاش المية لقد ديها العصير ملاش الكبنة ملاش الفل الحج يا أوريات انهار ملتني يشبهر انهار ملتني يشبهر ملتني والنبي ابن حلاب تيجي تلعب بصر؟ انهار والنبي الزعل مكويس علشانك بالذات الليلاتي وبعدين عيب عندنا ضيوف البت غريبة حرف عنادها غسلنا لوسخ على اول مرة بطلعيش زرابيني انهار انت عارفاها تسلمني يا أخي زرابينك تسلمني تعالي 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 انا حطتلها ايه في العكل والنبي يا أخي ما حطيت حاجة مش انت اللا قيلة حطتلها حبايات منع الحمل جوه في عصير غير حبايات منع الحمل حطتلها ايه عشان يوجع بطنها كده ولا حاجة اوعى انت اللي سبتلنا اللي ابناء كلها ورايح جايبلي عرصة حتت بتاعها سنكوحة كده وتلاقي معدتها قد كده مش واخد على قتل العزة بتاعنا ماشي يا نهار انما قاسما بالله لو عرفت او شميت بس شميت انك ليه كده عبر الموضوع ده انت ولا جوزك خيل يا ولكم اني تسلمني يا أخي وانا خيرك بس 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 ببس بس 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 بق ترجمة نانسي قنقر